بعد تأجير لأكثر من سنتين جراء وباء كورونا ستجرى انتخابات نقابة الأطباء في بيت الطبيب لانتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب ثلاث لوائح رئيسة تخوض المنافسة الأولى تضم التيار الوطني الحر وحزب الله تحت شعار نقابة حصانتي برئاسة الدكتور يوسف بخاش اللائحة الثانية تضم أطباء مستقلين ومدعوم من الحزب الشيوعي ومجموعات تغييرية تحت شعار النقابة تنتفض مرشحة لمنصب النقيب الطبيب المستقل جورج الهبر فيما تخوضها الكوات اللبنانية والكتائب وتقدمي الاشتراكي وتجمع الكمسان البيضاء بلائحة نقابيون مستقلون للتغيير الطبيب أولا وأبرز المرشحين فيها لمنصب النقيب الدكتور بيرنار جيربيئة بدورها لم تحسم حركة أمل خيارها بعد إن كانت ستدعم لائحة نقابة حصانتي أو لائحة الطبيب أولا نحن لائحة نقابيون مستقلون للتغيير لأنه بهمنا يكون أطباء عندهم خبرة نائبية ومنقبية طبية ويكونوا مستقلين عن أي تدخل خارجي وأيضا يكونوا مستعدين للتغيير نحن رفعين شعار الطبيب أولا لأنه حين الوقت تكون الطبيب أولا 9255 طبيبا مدعوا إلى الاقتراع يوم الأحد في ظل أوضاع صحية متردية من انكطاع الأدوية وارتفاع تكلفة الاستشفاء إلى هجرة أفراد الطاكم الطبي بظل الاستنزيف اللي عم يصير بالنظام الصحي والانهيار طبعا إمكانات تأمين المستلزمات الصحية وحتى الرعاية الصحية والعناية الفئة وطب الطوارئ طبيب هلأ صار مستضعف إلى درجة أنه نص الأطباء صاروا على درجة الفقر ونص الأطباء ما بيقدوا بكفوا شهر إذا ما عندهم مرتو أو زوجة عم يشتغلوا على جولتين اثنتين ستجرى انتخابات نقابة الأطباء الأولى الصباحية لانتخاب الأعضاء الست عشر والثانية بعد الظهر لانتخاب النقيب فأي لائحة ستفوز وهل ستكون قادرة على انتشال الجسم الطبي والقطاع الاستشفائي من أزماته؟